بنروح هنا على التوسع زي حضرتك ما انتشافة كده بص كده على اسماء المناطق دلتا تشكا كل مصر وسط سينة الوزي الجديد والريف المصري كل مصر وبمساحات كبيرة جدا طبعا مساحات منها الزرعت حتى الان ومساحات ان شاء الله هتخش في الخدمة خلال الفترات القادمة وزي ما قلت الحرارة طيب عشان اضيف مساحة زي كده الناس لازم ان تكون عارفة يعني ده هنا فيه 2 و 2 مليون فلتان جديدة وواحد وواحد في تشكا وشمال سينة كل رقم الارقام دي مش رقم بتحط على خريطة ده فيه جهد كبير جدا لما يسمى بالحصر والتصنيف فرق بتنزل وتجوب هذه الصحارة في اماكن يمكن محدش لا رحة ولا قدم راحت قبل كده في الاماكن دي بالاضافة لذلك الدولة بتفكر ليه يكون فيه موارد للميا لازم يكون الموارد للميا الموجودة انشأت 3 محطات عملاقة في تاريخ العالم كله هي محطة المحسامة محطة بحر البقر وده لقت محطة الحمام باجمالي حوالي 15 مليون متر مكعب في اليوم دي دفعت فيها الدولة فلوس كتير دفعت فيها فلوس كتير عشان عندي مصدر للميا شحية عشان تقدر تغطي كل الاماكن الزراعية بالزبع هنا المشروع قومي للتوسع الرأسي ده التوسع الرأسي المنوع بمعنى ايه التوسع الرأسي بمعنى ان وحدة الفدان بدل ما يجيب على سبيل المسال 15 او يجيب عشر ارداب بالامح يجيب عشرين ويجيب اتنين وعشرين يعني نفس المساحة بنفس التكلفة تقريبا احسن كمان تدي اضعاف الانتاج ده ما بيجيش من فراغ لا بيجي زي ما قلت حضرتك اصناف محسنة بيجي من تقوى معتمدة يجي دلوقتي عندنا وده تفكير عملي يعني علمي وعملي بدلنا نقول الحركة ليه اصبحت سياسة الدولة الآن في نظرتها وتعاملها مع قطاع الزراعة مختلفة تماما انا نفسي تشوف دولابي العمل جوا وزارة الزراعة يوميا مش هقول لك كل اسبوع حلوة الامثلة دي وشوفي ادي اصناف الامح اصناف الامح من عشر ارداب للفدان لعشرين ارداب الدرة من حوالي خمستاشر لخمسة وعشرين ارداب الرز من اتنين ونص طن لاربعة وخمسة طن للفدان انا بتكلم في ايه طيب انا بتكلم في ملايين الاطنان زيادة بسبب ما يسمى بالتوسع الرأسي طبعا محطات القصب الدولة حتى ما ثابتش محصول قصب لان القصب مش مجرد محصول ده محصول ثقافي ومحصول اجتماعي ومناخد منه سكر كمان في مناطق الصعيد فانشأت محطتين محطتين لانتاج شتلات القصب ده بيزول انتاجية فدان القصب طبعا هنا الصعيد لانه الحقيقة هو بيزرع في الصعيد وفيش احلى من قصب الصعيد بيتركز في الصعيد فما ينفحش ينسيب المزارع يزرع بطرق تقليدية بقيلها 100 سنة حيث كده الدولة فقرت في انشاء ودي في متابعة يومية بالمناسبة من السيد وزير الزراعة للمحطتين بحيث يعملوا طفرة كبيرة جدا دي شتلات قصب السكر دي المحطات دي محطة دي موجودة فين موجودة في مصر موجودة في اي مكان في الشرق الاوسط لا في افريقيا لا يعني ايه موجودة حقت في مصر في مصر حصريا ده معناه ايه الكلام ده لا معناه ان الدولة بدأت تفكر بطريقة مختلفة زي حرك ما قلت وهنقول الكلام ده كتير